لماذا يحذر رجال الدين من دراسة المرأة للأدب والشعر؟ لماذا يحذرون دائما من قضايا مثيرة لغضب الناس أو لتأييدهم بطريقة أو بأخرى وباستمرار؟ لماذا يقولون أحيانا أن المرأة لا حق لها في الخروج من البيت وأن المرأة يجب أن تتحجب؟ لماذا أيضا يقولون بأن الرجل عليها أن يفعل كذا وكذا وأن الرجل الذي لا يصلي يجب أن يقتل كما يقول الشعراوي؟ لماذا دائما يحذرون هذه القضايا التي ليست بمحط اهتمام الناس ولا تتعلق بمشاكلهم الأساسية والجوهرية؟ ما هو السر في جعل الناس يدخلون في نقاشات عقيمة لا أول لها ولا آخر؟ هل أن مسألة دراسة المرأة للأدب والشعر من عدمها مسألة يمكن حسمها؟ حسمها مثلاً؟ هل يمكن لنا أن نحسم موضوع المرأة ونقول أنها يجب أن تجلس في البيت أو لا تجلس؟ هل يمكن لنقاش حول هذا الموضوع أن يؤدي إلى نتيجة في النهاية؟ لماذا دائماً يضع رجال الدين أو الدين عموماً قضايا أو يثير قضايا لا يمكن على الإطلاق أن تصل إلى نتيجة نهائية وتؤدي باستمرار إلى طرح أمور لا تهتم بها الجماهر؟ كونوا معي أصدقائي مع هذه الحلقة التي سأصلت فيها الضوء على حقيقة رقوس الدين أو ما يسمى أركان الدين والتي هي في حقيقة ليست أكثر من مظهر يد أي وجود جوهر وحقيقة للدين غيرها التي يعرفها الناس أجمعين كونوا معي في هذا النقاش حول قضية تشغل بال الناس منذ قرون السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته طالما كانت تشغلني قضية الدين ومعرفة ما يسمى أركان الدين وجوهر الدين ومظاهر الدين والقضايا الأساسية التي يتحدث عنها الدين بعد فترة طويلة تضح لي بأن كل هذا الكلام لا يعبر عن الدين بشكل صحيح أيضا كل ما جرى البحث في تعريف المناسب للدين كل الباحثين عنه الذين حاولوا تعريف الدين بطريقة أو بأخرى فشلوا في هذه المهمة لكن في النهاية كما يبدو لي بأن الدين هو شيء يتوافق على تسميته الناس بهذا الاسم ولكن في الحقيقة هو نوع من التسمية التي تسمح لهذه الجماعة من الناس أو تلك أن تدعي أو تقول بأنها تجتمع معا تحت راية ما يسمى دين وبالتالي هذا ينتج أن هناك أديان لا حصر لها بعدد الناس أو جماعات المنتمية لكل دين على حدة وبالتالي مثلما يتصارع الناس فيما بينهم والجماعات تتصارع فيما بينها ستتصارع الأديان في الوقت نفسه لأنها هي نتاج هذه الجماعات ونتاج ثقافتها ووعيها وتجاربها وظروفها وحاجاتها ومشاكلها فعليه الدين هو المعبر الحقيقي عن حاجة الإنسان لكنه في الوقت نفسه ليس مسألة مشتركة بين الناس والجماعات أجمعين إنما هي مسألة خاصة بكل جماعة على حدة وتابعة لظروفهم الخاصة لكنهم يحاولون أن يقولون بأن ما يؤمنون به هو قضية حساسة ومقدسة ولا بد من تقديسها ودما نتأمل بطريقة محايدة سنجد بأنهم على حق في هذا الأمر لأنهم يريدون أن يتفقون على كلمة سواء كما يقال فيما بينهم وهذه الكلمة السواء لن تتحقق أن لم يضطروا أو يدفعون أنفسهم إلى أن يقولوا أن ما لديهم هو الحق كله أو أنه لا يأتيه الباطل لا من قدام ولا من خلاف هذا الحديث دعاني إليه التصريح الأخير لأستاذ كما يقال بجامعة الأسهر الذي حذر من دراسة المرأة للأذب والشعر هنا اللعبة التي يمارسها الدين ورجال الدين دائما طبعا هو أولا يقدم نفسه بأنه أو يعني عندما يتعامل مع الآخر يقدم نفسه بهذه الطريقة هو لديه تسجيده شيخ يرتدي ملابس فارهة أو فخمة بطريقة أو بخرى تقنيدية لكنها في غاية الوقار والنظافة والسلوك يتحدث بطريقة محذبة جدا ينظر نظرات خاصة هو كائن يعني هو شو يعني استعراضي بامتياز أي رجل الدين هو كائن استعراضي لأنه يمارس دور الواعظ أو المصلح أو الناصح أو الحكيم في الجماعة داخل الجماعة البشرية ويجب أن يحدث رهبة كما يقال في نفوس الجميع كما تحدث المعابد الدينية الرهبة داخل العابدين الذين يزورونها بالتالي هذا الرجل يقول أنه يحذر من دراسة المرأة لأدى بوشار لكنه بالتأكيد لديه تحذيرات سابقة حول مواضيع مختلفة مثلا من الإجهاد ربما أي موضوع من هذا النوع موضوع العلاقة بنمط الألاقات أو قوانين الألاقات أو الإجراءات أو التقاليد التي تجري بين الجماعة البشرية فهو دائما يشرف على هذه المسألة ويبدأ اتراضاته ويتدخل ويفرض رأيه على الجميع بهذا الصدد لكن عندما نأتي ونناقش هذا الرجل في الموضوع الذي يطرحه سنكتشف أن هذا النقاش لن يؤدي إلى نتيجة في النهاية وكل من يناقشه سيخسر حتما وهذا ما نشاهده دائما في جميع الصراعات أو النقاشات التي تدور مع رجال الدين نلاحظ دائما أنهم ينتصرون في النهاية رغم أن كل ما يقولونه معرض للطعن ومعرض لأن يكون مجرد إدعاء ممكن أن يتهم بأي اتهم لكنه في النهاية ينتصر مسر في هذه المسألة لماذا ينتصر رجال الدين دائما في النهاية وينسح بالجميع أو يفضلون الصمت رغم أنهم على حق وهو على باطل رغم أنه يبالغ ويضخم الأمور ويتحدث في قضايا لا تشغل بال الناس هذا السؤال أنا أستغرب أنه الناس لا تسأل لا ننشغل به وأعتقد أنه السر في الأمر هو أننا يعني لا لا نسمح لأنفسنا بأن نخرج من إطار الأزمة أو المشكلة التي يخلقها رجل الدين وننظر إليها من الخارج ولا نتورط باللعبة التي أو المكيدة التي يصنعها لنا فبالتالي عندما يتحدث أستاذ مثل بجامعة الأسهر بعد تحت هذا العنوان ويحذر لاحظ كلمة يحذر هو يقوم بفعل قام بفعل التحذير للجميع يحذر من؟ يحذر الناس من دراسة المرأة للأدب والشار هذا موضوع غريب يعني فأنت بالضرورة دائما عندما تشعر هذه القضية رأسا تفكر في لماذا يحذر هذا الرجل أين المشكلة؟ تلاحظ أن هناك مرأة أدب شعر ثلاث كلمات عجيبة مفاهيم لم تستطع البشرية على الأطلاق عبر تاريخ الطويل أن تحصم هذه المفاهيم الثلاثة المرأة والأدب والشعر يعني هذه كليات وأهلاف الأدباء والشعراء والنصف البشرية من النساء والتي يعني طبعا تحولنا بفعل ديني أيضا بفعل دريعة أخرى من هذا النوع أنه تحولت الأنثى إلى مرأة وتحول الذكر إلى رجل وهي مفاهيم جندرية لسنا في معرض نقاش هذا الموضوع لكن الرجل الأنثى والذكر تحولوا إلى مرأة ورجل بالتالي أصبحت هناك مفاهيم للرجولة مفاهيم مفاهيم نسوية هناك حقوق للمرأة يعني حتى عندما نقول حقوق للمرأة هذا معنى أنه هنا نحن اعترفنا بوجود شيء اسمه مرأة فالمرأة لا وجود لها في الطبيعة الموجودة يعني الشيء الحقيقي الموجود هو الأنثى أما المرأة فهذا مفهوم ثقافي جندري لا وجود له إلا في أذهاننا وفي ثقافاتنا وأدياننا ومعتقداتنا فبالتالي لا وجود لشيء اسمه أذكر ولا أمرأة هذا بحث مارد النقص الآن عموما هذا الرجل عندما يتحدث عنه يحذر من المرأة ودراستها للأدب هو نفسه تحذير غيره قبله من إرضاع الكبير مثلا أو الطلاق أو قضايا كثيرة مثل شرب بولي الأبل قضايا تشدها يعني عجيبة غريبة وأثير رأي العام بشكل مستمر ويظلون يناخشون هاي القضية إلى أن تبرد الواحدة لنجد رجل آخر من رجال الدين يخرج علينا بقضية أو قصة ويثير الرأي العام في هذا الاتجاه بالتالي هو يحكم الجميع هو يبادر بفعل ويرغم الجميع على الدخول في الحلبة التي هو يختارها يعني هو لا نستطيع مثلا عندما يأتي شخص ومثلا أديب مثلا السيد القمنة مثلا أو من أدباء المصريين أو طهحسين عندما يأرض موضوع هو يهاجمهم هؤلاء عندما يأرضون موضوع طبيعي للنقاش مثلا عندما يطلع الطهحسين مثلا في فترة أو آل عبد الرازق عندما الإسلام وصل الحكم يطلع موضوع هو لا رأسا ماذا يفعل هو موضوع للنقاش هو للناس ناقش الموضوع من حق الجميع أن يطرحون أفكارهم لكنهم ماذا يفعل رجل الدين رجل الدين يكفر ويقول هذا خروج على الإرادة العامة أو الجماعة أو خروج على الدين أو على الإسلام أو على وصائل الرسول وتبع من هذا النوع فبالتالي يحدث شطر داخل الإنسان داخل الجماعة البشرية ويضطر الجميع إلى أن يتساءلون أين حقيقة الموضوع حقيقة الموضوع هي ليست هنا ليست فيما يطرحه رجل الدين ولا كل ما يطرحه الدين بأكمله يعني كل الدين بأكمله ما يطرحه لا علاقة له بالحقيقة ولا علاقة له بالقضايا الحقيقية التي الواقعية التي تشغل بالناس فعلينا أن نفهم هذه اللعبة ولا ندخل فيها وعندما يخرج شخص من هذا النوع ودائما هما يوميا يخرجون بقضية أو قصة أو يثيرون زوبعة على قضية فارغة هو الدين بأكمله عبارة عن يعني طبعا راح أتحدث عن جوانب الحقيقية والمزيفة للدين وهذه مسألة ليس فيها طعن بالدين لكنها محاولة للكشف عن آليات عمل الدين واستراتيجيات عمل رجال الدين وطرقهم في خلق موجات ارتدادية والتفاعلية داخل الجماعة الجماعة البشرية التي لديهم نفوذ بينها فالطريقة الصحيحة لمعالجة أمر من هذا النوع من خلال مثل هذا هذا مثال أنا من مليون مثال طبعا على مر الزمان يحذر من دراسة مرأة المرأة للأدب بشار فورا علينا أن نتساءل نقول هذا الرجل يحذر تعال قبل أن تحذر لماذا تثير هذا الموضوع أصلا ما أهمية إثارة من هذا الموضوع أنا لا أسمح لنفسي أن أتحدث عن المرأة ولا أتحدث عن لماذا أنه من المرأة يخرج الجماعة يقولون أن المرأة من حقها أن تدرس الأدب وندخل في دهاليز من ندرك التواريخ نقول أن المرأة في زمن كذا درست وكتبت الشعر وأن المرأة كذا وظل ندافع ويطلع فريق آخر ويعترض وإلى أن نصل إلى نتائج لا تنتهي ليس لها أول ولا آخر لكن دائما علينا أن نسأل السؤال المهم وهذا اللي دائما يفوت على الناس ذكرة وهو تعال يا أخي أنت تحدث عن هذا الموضوع لا بأس دعنا من الموضوع أولا حدثنا عن أهمية هذا الموضوع بأكمله مهما كانت النتائج النهائية له أنا أنت تحدث عن دراسة الموضوع هذا الموضوع هذا الموضوع ما أهميته في حياتنا اليومية هنا السؤال الذي يجب أن نتعلم طرق التعامل مع رجل الدين رجل الدين ورجل السلطة والسياسة طبعا هنا لا أتحدث ضد الدين إنما أتحدث عن ظاهرة بشرية موجودة بين البشر جميعا وليست مسألة أنه عندي موقف من الدين معه أو ضده إنما أحاول أن أقول للناس أن هناك قضايا تستحق الاهتمام وتستحق النقاش لكن هناك قضايا لا تستحق النقاش وليست في معرض اهتمامنا بالتالي أي شخص يجيبونه فقط رجل الدين لأن هذا اسلوب هو متكرر ويتبع كثيرون حتى التجار أحيانا تجار حتى العلاقات الاجتماعية البسيطة يتبعون هذا الأمر يحذرهم من أشياء لكنها بالحقيقة هو محاولة الإشغال وحرف الأنظار عن حقائق الأمور فهذا الرجل وأمثال يجب منه الآن فصاعدا أن نتقن فن التعامل مع أمثال هؤلاء الذين يثيرون قضايا لا تحظى باهتمام الناس عموما أنا رح أتحدث الآن أحاول أن أتحدث عن أركان الدين أو ما يسمى أركان الدين وأتحدث عن الجوانب المختلفة للدين ومن هذه الجوانب هي الجانب السمين المزيف الدعائي للدين الجانب التجاري التسويقي وهناك الجانب الحقيقي طبعا هذا يعني اللي هو ضروري لا بد أن يكون موجود وليثبت وجود الدين في كل مكان أيضا أتحدث عن الجانب العدواني للدين وأيضا الجانب البشري القطيعي للدين وأضيف إلى هذا موضوع أركان الدين فيما يتعلق أرجع الموضوع أساسي وعندما يتير قضية المرأة مثلا هي نفس على نفس الوزن الدين أديان أو أي جهة تمثل النمط المحافظ لداخل المجتمع وهو دائما الجهة المتغلبة في مجتمعاتنا أو عموم المجتمعات البشرية عبر التاريخ دائما القوة المحافظة هي مسيطرة على المجتمع سواء نحن مجتمعاتنا العربية المسلمة هي القوى الرجال الدين هما المسيمنين على الشارع وعلى الواقع ويتبعهم الجميع بسبب هذا القوة الكبيرة التي يسيطرون بها على أقول الناس وأفدتهم يعني قيمهم العامة التي يؤمنون بها أو يتصرفون وفقها ليست مسألة إيمان فقط أنت أنت مجبر على اتباع التعاليم رجال الدين سواء كنت تشعر أو لا تشعر فهذا الإثارة التي يقوم بها رجال الدين مثلا في العصر الحالي هما شنوا حرب ضد لواحد من رجال الدين يقول يحذر يجب أن نحذر من الحاد المنتشر بين الأطفال بعمر عشر سنوات فعلا استغرب ما أدري هل هذا الخبر حقيقة أو لا بصراحة ما متأكداني لكن هو صحيح ويثير مشكلة يعني هل هي قضية طفل عشر سنوات يعني سيعاني من الإمان ليش ما يطلع واحد يقول هو الآن مثلا يقول أن الأطفال عمرهم عشر سنوات يتم غسل أدمغتهم دينيا وهذا ممارس نوع من أنواع الاختصاب العقلي والذهني للأطفال الأطفال الذين لا يمتلكون وسيلة الدفاع عن أنفسهم فهو يثير جدل ويثير قضية لكن الناس تستغرب ما هذا الكلام يا أخي فهي هنا القضية الأساسية وهي طريقة ناجحة طبعا بالمناسبة سعين أنت تحتاج على هذا كلام لكن هي طريقة ناجحة هو أولا حرفك عن الموضوع الرئيسي وجعلك تناقص قضايا غير حقيقية وغير ماسة بحياة الناس ومصالحهم لكن وحتى حتى يعني غير ماسة بحاجات الناس العقلية والمعرفية والفكرية والعلمية والاجتماعية والقانونية والاقتصادية والغذاء وكل الحاجات دائما يثيرون قضايا خارج هذا الإطار بأكمله لأنه منطقة عملهم هو السيطرة عليك خارج هذه المنطقة ويجعلك تغضي النظر عن قضايا الأساسية وبالتالي الدماء تنحرف عن قضايا الأساسية هو يأتي من الجانب الآخر ويسيطر على هذه الجوانب ويتحكم بأمرك ويمنعك من مناقشة القضايا التي تعنيك تماما وبالتالي الناس عودت على هذا النمر تجد أناس يسيطرون على كل مقدرات الحياة المادية يمتلكون الأموال والأطيان والحسب والنسب كما رأيت البارحة التسلح للصديق المفكر المغربي أحمد عصيد قال بأنه رجال الدين هم يتحدثون عن كنز الأموال وما إلى ذلك ويقولون بأنهم من الزهاد لكنهم يمتلكون مليارات وأولادهم يدرسون في أحداث الجامعات والمعاهد في بلاد الكفار بينما يتهمون من العلمانيين ودعاة الحداثة بأنهم ناس ماديين يدعون للحلال الخلقي وجمع الأموال وكسب الأموال وكسب يعني في الحقيقة كلهم يموتون كمدا وفقرا وعزلة وحسرة فأيانا شتانا ما بين الأمرين فهذا الأمر يأكد حقيقة ما أشير إليه وهو أنهم يسيطرون على الجانب المادي للحياة باسم إشغال الناس بقضايا غير حقيقية وغير مادية أي أن الغيب الذين يدعون الحرص عليه وأن على الناس جميع أن ينصطون إلى صوت الغيب في الحقيقة هو محاولة لحرف أنظار الناس عن حقيقة ما يطمحون إليه فهم يستولون على المادة وعلى السلطة وعلى الثروة وعلى العقارات وفي الوقت نفسه لا يسمحون لأحد أن يناقش في هذه القضايا مباشرة باعتبار أنهم أولياء الأمور فبالتالي أنت من تكون حتى تناقش هذه القضايا هم مثلي الله على الأرض قدما تتحدث معه يحدثك عن المرأة والطلاق وجواز مثلا رضاعة الكبير أو جواز الصلاة وقضايا كلها اعتبارية ذهنية لا علاقة لها بالواقع على الأرض إنما لها علاقة بالغيوم اللغوية كما أسميها التي لا يمكن أن تخرج منها بحقيقة سوى أن تتبعهم فيما يقولون وتعتقد بأنك مقصر في فهمها هم وحدهم الذين يفهمون فيها بالحقيقة هم لا يفهمون فيها ولا يشعي هم مجرد مسيطني عليك في هذه المجالات المعضلة ما أعرف الناس لماذا تسقط في الفخ نفسه مع العلم نحن نحذر الجميع دائما نقول تحدث بما هو نافع للناس لكن لا تم ناص كما يقال الحج هو عدم الدخول في نقاش فارغ لا نهاية له ولا نتيجة الأدب والمرأة كما قلت لا يوجد الجواب نهاية على هذه المفاهيم التي تحتمل نقاش مليون سنة ولن تنجد إلى نتيجة نهائية مستحيل طبعا فبالتالي أي شيء السؤال الوحيد عندما تسمع أي موضوع قل هذا هل سنخرج منه بنتيجة أم لا فرأسا ولا توقف هذا الموضوع لن لا أسمح لأحد أن يستغفرني ويدخلني في نقاش عقيم عندهم الوضعية المنطقية عندهم شيء من هذا قبير قابلية التحقق عندما تتحدث وتقول بأنه هناك عشرة أكوان مثلا في هذا الكون ليس هو الكون الوحيد إنما هناك عشرة أكوان أخرى فهذا عندما تسألني هذا السؤال أقول لك يعني أو ندخل في نقاش عقيم لا نهاية أقول لك هل يحدث هذا فرقا يعني إذا كان هذا اليوم إنه إنه صار الكون عشرة أكوان يعني هاي والمجرات والكواكب واحد يعرض لك لضريق عليك عشرة أكوان هل يحدث هذا فرقا في حياتنا لا فإذن لا يستحق النقاش أيضا عندما يأتي واحد ويقول لك مثلا إنه أنه الكرة الأرضية صارت كرتين وأن هذه الكرة التي نعيش عليها هناك كرة مشابه لها موجودة في مكان ما وهذه الكرة هي مماثلة تماما لهذه الكرة التي نعيش عليها فندخل في نقاش لا نهاية له وهل هل يحدث هذا فرقا قابلية التحقق هل يمكن لهذه الفرضية عندما تحقق أن تحدث فرقا أو إذا وجدت لا فإذن لا قيمة لها فالدين دائما يأرق وايا من هذا النوع تحدث فرقا فقط في إثار الجدل بعيد عن ضار المنطقة التي يمتلكون فيها السلطة والثروة والحظوة طبعا هناك استراتيجيات رجال الدين عندما يأرضك موضوع من هذا النوع مثلا هو يحذر من دراسة المرأة للأدب والشهر مثلا لكن هو ماذا لا يقول لك هكذا يقول لك أن أنا أصدرت قرار وأنت عدو الدين وعدو الله وعدو الرسول أو عدو المسيح أو عدو أي شيء أو عدو الدولة عدو الرئيس العظيم أو عدو أي شيء فيخلق لك المشكلة ويضعك أمام هالمدفع فأما أن تعترض وتدخل في نقاش وأراك معه في الوقت الذي لديه هو ميليشيات جاهزة تحت يده أو قوة جاهزة يستطيع عن إيضاءك أو أما أن يعني تصمت أو تترك البلد وتهاجر إلى حيث يعني فبالتالي هذه هي مشكلة تعاون مع رجال الدين وبالتالي هذه هي الطريقة التي يسيطرون بها على المجتمعات ويفرضون أمرهم في النهاية رغم يعني سخافة المواقف التي يتخذونها ويعني يجبرون الجميع على الخضوء لها والآن نتحدث عن الجوانب المختلفة للدين وهو أولا الجانب المزيف الدعائي للدين في هذا الجانب نجد أنه الدين دائما يقوم على ما يسميه الغيبيات وأن الغيب هو أكبر من كل شيء وأن عقل إنسان محدود وهذا العقل لا يجوز أن نتبعه لأنه عقل قاصر ولا يستطيع التحمل ما أعرفت هذا الكون وما نحن فيه ولا يعرف بدليل أننا أناس ضعفاء ونموت في حوادث ولا نستطيع الخلود وليس إذن قوة خارقة فبالتالي لا نستطيع الاعتماد على هذا العقل الذي هو جزء من مكوناتنا كبشر هناك الغيب وهذا الغيب الذي لا يحق لنا مناقشته وهذا الجانب المزيف للدعاء للدين وهو بالمناسبة ليس جانب مزير يعني أقول بأنه جانب مزيف يعني بارحك سجلت حلقة عن الخرافات الإنسانية وضمنها الخرافات الدينية وتحدثت بأنها مسألة أساسية وحيوية بين النازم يعني واجب أن نصدق كل إنسان أن يصدق بشيء من الخرافات لأنه الحل الوحيد له يعني مسألة مسألة مصيرية لحياة كل إنسان ليس مسألة خيارية لابد أن تصدق شيء وتؤمل بشيء حتى تمارس حياتك أو تواصل حياتك فبدون الإيمان بالشيء لا يمكن أن نقوم بأي فعل حقيقي ولا علم كلمة الحقيقي لمعنى الحقيقة لأن فعل على أرض الواقع أقصد لأن الحقيقة كما أقول دائما الحقيقة كلمة أسطورية لا وجود لها على الأطلاق إنما هي كلمة افتراضية تقال دائما يعني ليس بمعناها المطلق الدقيق أو وعليه فأن الدين جزء كبير من الدين أو أي منظومة يؤمن بها تؤمن بها جماعة بشرية نسميها دين يعني لا عني دين إسلام أو غيرها أي منظومة تؤمن بها جماعة بشرية في هذا اللحظة أو في قبل ألف سنة أو بعد ألف سنة دائما هناك تجد نظام يربط العلاقات بين الأفراد وهذا النظام لا بد أن يقوم على أسس مزيفة لا بد أن يقوم على نوع من الدجل الذي يجهله يجهل به تجهله تجهله أبعادها الأغلبية أو تعرفه جميعا يعني الآن دول العلمانية في العالم دول المنتقدة من الغربية تعرف أن هناك دستور تعرف أن هناك قيم أساسية يؤمن بها الجميع ولكن بالحقيقة هم يعرفون فعلا بأن هذه صيغة من الصيغة التعاون فيما بينهم وقابلة لتغير لأنها ليست مطلقة أي بمعنى المعاني أنهم اتفقوا على صيغة بناء تجاربهم وخبراتهم المتواصلة اتفقوا على هذه الصيغة ويعرفون بأنها فيها عورات ومشاكل ومزالق وفيها تغارات كبيرة جدا وفيها قيم مقدسة مزيفة مثل الإيمان بالوطن الإيمان بالحقوق الإيمان بالإنسان أيضا هي نوع من التفكير المزيف لأنه ما معنى الإنسان هي أيضا مفهوم الإنسان لا وجود له عندما تسأل أين الإنسان لا وجود لإنسان إنما وجود كشر الكائنات حية بيولوجية لديها قدرات محددة الكلام وهكذا بس الجانب المزيف الدعالي هو موجود دائما وهو جانب موجود في جميع منظومات التي تجمع شمل البشر في بقعة محددة لجماعة محددة وأيضا لزمان محدد وهي هذه الجماعة تمتد حركتها عبر الزمن بطرق متعددة إما أن تتواصل وتتطور أو تنضمحل وتنقرض إذن الدجل هو جزء أساسي من حياة الناس وبالتالي الناس بدأت تشعر ودائما تشعر بأنه هذا الدجل هو الذي يجب أن تؤمن به شاءت أم أبت وإلا لا يمكن لجماعة أن تقوم وهذا الجانب الذي يستغله رجل الدين ويدير يعني يمارس سلطة معرفية على الجميع باسم هذا الدجل الضروري الذي لا بد من اعتراض به ولا بد من الإيمان به يعني هنا المشكلة الكبيرة لأنه عندما نولد كأطفال نتعلم من 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 العائل التي نولد فيما بينها بينها ونتق بما يقول الأب والأم والأخت والأهل والعشيرة والمنطقة لأننا بدون هذا الإيمان بما يقولون وثقة به لن نستطيع الحياة عندما أنا طفل عمري ثلث سنوات أو أربعة عندما يقول لأبي مثلا أو أمي لا تعبر هذا الشارع أو لا تتبر هذا المكان لا بد أن أصدق به الإنسان لا يمكن أن يحيا وبدون إيمان عندما لا أمن بالآخر الأم الأب وأنا طفل وأنا كبير فبالتالي لا يمكن أن أبقى على قيد الحياة المسألة مصيرية فالطفل الذي لا يسمع كلام أمه وأبيه لن يستطيع الحياة عندما أمه تقول له هذا المشروب لا تأكله أو هذا الشيء لا تلمسه هذه نار قاتلة هذه كهرباء هذه كذا فلابد أن يثق بها فإذن الثقة بالآخر جزء أساسي من تكوين الإنسان فعدما يأتي رجل الدين ويستغل هذا الموقف ويبث المعرفة التي يشأها ويشأها يعني رب المشرقين السلطويين يعني أو رب الدار أو رب المملكة أو حاكم المملكة ويتحالب معه فلابد أن يخضع لهم الجميع لأنهم ليس يديهم خيار آخر سوى هذا حتى لو كانوا غير مقتنعين وهذا هو الجانب الحقيقي للدين الذي يعني الجانب المزيف تحدثنا عنه الجانب الحقيقي للدين هو هذا الجانب الذي الذي يتمخض عن كل هذا المزيف يظهر الجانب الحقيقي ويتحول إلى جزء حقيقي من أجزاء الحياة الرئيسية بحيث الناس لا تستطيع الحياة بدون وجود هذا الجانب المزيفة الذي تحول لها حقيقة وهذه الحقيقة لا نستطيع الخروج من أسها يعني أشبه بكهف إفلاطون الذي بني على الزيف لكننا في النهاية نصبح مجبرين ومرغمين على أن نصدق أن هذه هي الحقيقة الوحيدة وإلا فنحن سنخسر كل شيء يعني عندما أصدق أنه عندما لا أصدق ما أنا عليه س يعني كان أشبه بمن يرمي نفسه في الهاوية اليوم أنا سمعت حوار لطيف مع شخص خرج من المسيحية في حوار مع الصديق أرنس بوليم في قناته قال بأنه أنا شعرت بالهاوية أنه في لحظة شعرت من هذه النصوص المقدسة مزيفة بديت شوية شوية شعرت النفسي وكنت ما أقرأ أي مصادر ما أقرأ ملحدين لا أقرأ أي معارف أخرى غير نصوص الدينية فقط لكن مع نفسي بديت أشعر بأنه هناك مشكلة وثغرات خطيرة جدا ومع الوقت بديت أشعر بأن الأزمة هائلة جدا أنه عندما وصلت إلى لحظة الخروط من الدين ورفض هذه النصوص الخرافية قل شعرت بوجود كارثة بداخل يعني شعرت بخواء كامل لكن مع الزمن خلال فترة معاناتك وصلت إلى درجة البكاء وفعلا أنت تشعر في لحظة معينة أن كل القيامة التي أسست عليها حياتك في لحظة ينهار تماما يعني أنت هذا مسألة ليس مسألة الدين فقط وإيمان بقضية معينة مسألة التكوين بأكمل كما قلت أنا من طفولتك أنت تصدق بكل من حولك فهذا التصديق وهذا الإيمان ما يسمى بالإيمان وهو ليس لا يوجد إيمان فردي طبعا هذا كلام مزيف عندي حلقة عن الإيمان أرجو أن تطلعون عليها لا يوجد دين فردي ولا يوجد إيمان فردي فالطفل وهو صغير يؤمن بما يقوله الجميع ومن بينهم وأكبرهم رجل الدين ولهذا السبب رجل الدين موجود في كل منطقة وكل شارع يعني لا يوجد إنسان يولد في كل مكان يعني في البشرية بيأكملها إلا يجد على مقربة منه رجل دين سواء مسيحي هندوسي أي شي دائما هناك رجل دين قريب للمكان الذي يولد فيه أي إنسان هذا ينشع عليه هذا الرجل شعر بالفلاق أشبه بشخص انهارت الأرض من تحته وشعر بأنه في حالة سقوط حر هذا شيء مؤلم وأنا أقدر أقدر وأكيد كثير من الناس مروا بتجربة مباشرة بأنه كل شيء انهار من تحتهم وباتوا لا يعرفون لهم قرارا ولا قرارا يعني قرارا من الأسفل ولا قرار يعني يستقر عليه أموما أختم وأقول بأن الجانب الحيواني هو إلى علاقة بالدين أكثر جوانب المهمة التي لها علاقة بالدين هي الجانب الحيواني القطيعي البشري يعني البشري القطيعي الحيواني هو كل البيولوجي يعني بالنهاية هذا الجانب هو جانب الأساسي من جوانب الدين يعني أنا هذا كل الجوانب التي تحدث عنها جانب المزيف الجانب الدجلي الجانب أيضا التجاري التسويقي الذي لم يتحدث عنه وهذا الرجل يسوق نفسه هي جزء من الخطاب والديني التسويقي لقضايا ليست هي بقضايا حقيقية قضايا مزيفة وهامشية فهذا أيضا جانب تسويقي وتجاري جانب الأدواني اتحدث عنه أنه هو يفرض على الجميع يضعهم أمام مأزق كبير إما أن تصدم بالميليشيات والقوى التي تتحالف معي أو أنني مستعد إذا كانت رجل الدين ليست لديها قوة كبيرة إنما يضعك أمام الخيار الصعب يعني مرات أكو ميليشيات أم يعني يعني أكو ظاهر عند البشر الناس أموما مسالمين لكن عندما يخرجون عشرة يحملون أسلحة في مكان حتى لو كان عدد سكان مليون نسمة سيحولون المنطقة إلى شؤلة نار يعني إلى يعني جمرة نار وترتبك لمدة سنة كاملة فالرجل الدين يعول على هذا الخروج على الآخرين وإرغامهم على أن يتراجعون عن مواقفهم حتى لو كانت مواقفهم حقيقية وصادقة ودعونا من كلام أنه الحق ينتصر في النهاية وما إلى ذلك بالحقيقة لا أخر شيء الحق والصدق ينتصر في النهاية هذا كلام للدعاية يعني للناس اللي حتى يصدقون ما يقال بالتالي بالجانب البشر القطيئي هو جانب الحقيقة للدين يعني احنا لما يتحدث عن الدين وأقول هو منظومة التي تجمع البشر فيما بينهم نسميها دين ولا أتحدث عن الإسلام فقط الإسلام هو أيضا ونتيجة لهذه المنظومة التي تجمع البشر ولم يحدث صدفة يعني الإسلام ما لعلقة قبل 1500 سنة ظهر محمد ورسول ومكة ومدينة دعنا من هذا الكلام دعونا لكن ما تماخذ كل هذا عن شيء اسمه دين هو المجتمعات أو ولدته وأصبح جزء من تكويننا المعرفي والثقافي وما يسمى ديني فبالتالي هذا كله هو لم يصدر إلا عن الجانب القطيعي البشري داخلنا إن هذا هو الجانب الحقيقي أو جوهر الدين الحقيقي وهو الجانب أو الجوهر القطيعي ودعم نقول إن الدين تعريف الدين هو القطيع بدون أي إضافة أخرى هو القطيع البشري الذي يماثل القطيع الحيواني وكل معالم القطيع الحيواني واشتراطاته وحاجاته وتوتراته وأزماته موجودة بالقطيع البشري مثل ما هي موجودة في القطيع الحيواني بالتالي بالنها يقول بني يتحدث عن أركان الدين هناك بحوث كثيرة تتحدث عن أركان الدين مثلا منها الطقس مثلا الطقوس يقول لك الدين أركان الدين أساسية إيمان بالغيب مثلا عندما تيجي على مولر اللي صاحب الميلاديان بالنهاية قرن التاسع عشر الألماني هو مؤسس الميلاديان يتحدث أركان الدين وهناك مقدس عندما يجي على يعني بعد ذلك أجل دور كايم أجل تعريفة للدين فرويد وغيره فكلهم قالوا بأنه هنا الدين دائما يتحدث عن الغيب يجي أيضا مرسي إلياد إلياده فهذا لا يتحدثون عن أنه الدين شيء كأنما خارج المنفصل عن طبيعة البشرية كأنما هو حالة حالة فلسفة أو تجاه فكر محدد وهذا كلام أنا أعتبره مو غير حقيقي أنا أتحدث عن جوانب للدين جوانب ظاهرية للدين لكنها جوانب مزيفة بيأكملها وقلت أنها الجوانب هي المزيفة حتى الجانب الحقيقي للدين هو جانب مزيف وكلها مظاهر لقضية واحدة هي القطيع القطيع البشري الذي يحاول دائما أن يحاول على ذاته ويستخدم كل هذه المظاهر لكنه لا يتبنىها دائما هو يستعملها كآدات له ويستعمل العلم المؤاصر مثل ما كان يستعمل العلم القديم ويقول أنه هو يعني يصنع قصة الكون قصة الخليقة كيف يخلق الإنسان هي كل أفكار علمية أفكار لناس وأخذها واستثمرها ودعا بأنه هو صاحب هذه النظريات أو أنها هكذا أخلق الكون يعني مثلها من الأفلاك السبعة مثلا هي نظرية بطليموس معروفة يعني من القرن الثالث قبل الميلاد وأيضا قرن الثالث بعد الميلاد ونظريات أرخاميدس وغيرة وفداغورس فأجاد دين قال هي هاي القصص ويقضها من الصراع أساطير السومرية كيف تنشأ الكون كيف تولد الكون كان الله على الماء وروح الله يرفو على الماء أخذوها من الصورة وقالوا هي هاي هذه الحقائق فدائما يستعير الأشياء لكنها بالحقيقة ليست هي الهدف ليست هي القضية النهائية وهكذا الدين دائما يتحجز بأشياء لكنها لا تعبر عنه بالحقيقة الحقيقة هو كلها مظاهر لما يسمى الحاجة لوجود قطع بشري والالتزام بشروط وقوانين وعراف هذا القطع المشاري بالتالي لا يوجد شيء اسم أركان الدين وطقس عندما يقولوا هناك أركان الدين مثلا التقاليج والطقوس الشراء الشراء هناك تعريفات عد السواه عد دكتور خزعي الماجيدي تعريفات عن أركان الدين أنا أعتبرها كلها ليست حقيقية هناك أديان لا يوجد فيها آلهة يعني عندما تقول الدين لا يبدأ وجود إله في الدين يؤمن به رجال الدين أو المتدينون ليست كل أديان فيها آلهة وأيضا ليست كل أديان فيها الطقوس يعني الطقوس عندما نقول صحيح بها أديان الطقوس لكن الطقوس ليست مختصرة على الأديان هناك حتى مثلا طقس مثلا ولادة طفل مثلا أكوى على الشعوب وناس تسوي طقس أيضا طقس مثلا هذا أيضا طقس يعتبر الزواج شخص مثلا فعندما يتزوج يعني طريقة الزواج بين مو مسألة دينية فالطقوس موجودة في جميع أكوى ناس عندها طقس خاص في البيت يمارسه مناطق عندهم طقوس خاصة عيات خاصة هاي الطقوس الطقوس لا تقتصر على الدين فقط أيضا العبادات يعني وسلوك لا تقتصر على الدين فكل مظاهر الدين وأركان الدين المزعومة قابلة للنقض والجدل وليست لا تقتصر على الدين فقط فبالتالي الدين لا يمكن أن اعتباره مسألة نهاية عموما هذا الكلام كله اللي يتحدث بنا قضيتين أساسيتين أخصر كل ما أردت قوله وهو أن أنه لا وجود لشيء اسم أركان الدين الدين أركان الوحيد هو إذا وجد ركن له فهو الركن القطيع البشري الذي يحاول الجميع أن يلتزم بشروط هذا القطيع وإلا فسيتم إفراده هو إفراد البعير الأجربي كما يقول عن ترى جاء الشيء الآخر نستقل بأنه من كل دعاة كل شيء يدعيه رجال الدين وكل قضية يثيرونها علينا أن لا نصدقها وعلينا أن لا ندخل في اللعبة ونناقش الموضوع ونقول هل هناك إله هل ما هي دلال وجود الإله مثلا هل أن المرأة يحق لها كذا أو لا يحق هل يحق للطفل أن يقول كذا أو لا كذا هل الدين هو كذا أو كذا هذا يدخل لك في جد العقيم لا نهاية له الحقيقة دائما الإنسان الإنسان هو مقياس كل شيء كما يقول بروتوغراس الصفستائي اليوناني العظيم والذي أثبت بهذا السؤال أو هذا المعيار أن الحقيقة دائما إن الإنسان هو مقياس كل شيء وليس الأليان الإنسان وليس الأليان هو مقياس كل شيء شكرا جزيلا وأسفل قاله أتمنى أن أسمع رأكم والسلام